حال مشكل المنشن على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال تقطع وتبطع الإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا سوف نقوم بالنزول الأسفل أضغط هنا على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاصة هنا في هذه النافذة الخاصة سوف تقوم بالنزول هنا تضغط على فيسبوك لايت ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إشباري تضغط على موافق هنا ثم تقوم بالنزول نضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على إدارة التخزين نضغط على ألم الزرقاء ثم نضغط على مساعة التخزين المؤقت ثم بعدها سوف تقوم بالذهب لمتشر جوجل سوف تقوم بالبحث عن تطبيق فيسبوك لايت لكي تقوم بالبحث عن تطبيق فيسبوك لايت وتجد هناك تحديد ليتم تحديد التطبيق وعلى المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا